والآن مع كلمة دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم معالي السيدات والسادة الوزراء وممسل المنظمات الوطنية والعربية والدولية السيدات والسادة الخبراء والممارسين والمهتمين بقضايا السياحة الصحية وسياحة الاستشفاء الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لي في البداية أن أنقل إليكم جميعا تحيات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي نجتمع اليوم تحت رعايته الكريمة لإثراء فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للسياحة العلاجية كما أود أن أشارككم تمنيات سيادته بأن يكلل مؤتمرنا بالنجاح والتوفيق خاصة أنه يرفع في دورته الثانية شعار تطبيقات السياحة الصحية المصرية فأهلا بكم جميعا ضيوف مصر الكرام السيدات والسادة نجتمع اليوم لنتحاور بشأن مستقبل صناعة تعد الأهم على مستوى البشرية كونها تعني في المقام الأول بصحة الإنسان وعافيته ورفاهته إنها صناعة السياحة العلاجية والاستشفائية فضلا عن ذلك يمكن الاستدلال على أهميتها الاقتصادية بموجب إحصائيات عدة فمثلا على سبيل المثال يتجاوز حجم سوق الرعاية الصحية على مستوى العالم وفقا لمجلة سياحة العلاجية Medical Tourism Magazine الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول العملاقة مثل اليابان أو ألمانيا أو الهند أيضا وفقا لجمعية السياحة العلاجية The Medical Tourism Association فيعبر حوالي عشرات الملايين سنويا في العالم حدود بلدانهم الوطنية ويسافروا إلى وجهات أخرى لتلقي الرعاية الصحية لا شك أن هذا النمو الكبير في سوق السياحة العلاجية والاستشفائية يأتي مدفوعا بالتطورات المتلاحقة التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية والاتقارات والتكنولوجية الحديثة والتقنيات العلاجية المستجدة التي من شأنها تحسين خدمة الرعاية الصحية والارتقاء بالتجربة التي يتلقاها المرضى الأمر الذي يحفز المواطن العالمي على الصفر للحصول على تجربة علاجية أفضل بالإضافة إلى ذلك يأتي هذا النمو في الطلب على السياحة العلاجية وسياحة الاستشفاء مدفوعا بواحد من أكبر التغيرات الديمغرافية الجوهرية التي يشهدها القرن الحادي والعشرين المتمثل في شيخوخة السكان تلك الظاهرة التي يطلق عليها أيضا الشيب العالمي والناتجة عن ارتفاع الوزن النسبي للسكان في الفئة العمرية 65 عاما فأكثر مع تنامي فئة السكان الأكبر سنا 84 عاما فأكثر فوفقا لتقديرات الهرم السكاني من المرجح أن يرتفع الوزن النسبي لسكان العالم في الفئة العمرية 65 عام وأكثر من 10% من الإجمال عام 2023 إلى 16.5% عام 2050 علما بأن عددهم سوف يتضاعف خلال هذه الفترة من حوالي 800 مليون نسمة إلى أكثر من 81 مليار نسمة وبطبيعة الحال يريد ذلك من فجوة خدمات الرعاية الصحية غير الملباة ويخلق فرصا اقتصادية غير محدودة للوفاء به أيضا تعد السياحة العلاجية والاستشفائية مجالا خصبا لتدفقات الاستثمار الأجنابي المباشر باعتبارها واحدة من الخدمات الأساسية الحضور الكريم إدراكا للأهمية الحياتية والاقتصادية للسياحة العلاجية والاستشفائية فقد شرعت مصر في وضع رؤية تنموية متكملة للعديد من مواقعها السياحية والساحلية الفريدة لتكون مقاصدا للسياحة العلاجية والاستشفائية مثل مدن شرم الشيخ والغرداء وسفاجة والقصير على ساحل البحر الأحمر وأيضا المدن الجديدة التي شرعت الدولة في إنشائها على ساحل البحر المتوسط مثل العالمين ورأس الحكمة بالإضافة إلى العديد من المواقع السياحية الأخرى داخل قلب مصر التي رأينا أمثلة منها في هذا الفيلم الذي عرض منذ قليل وكل هذه المقاصد بتأمل الدولة المصرية وتشرع من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ومع زاوي الخبرة في تنميتها حيث أن هذه المدن والمقاصد تتمتع بمواقع استراتيجية جذابة يؤهلها لأن تكون مقاصدا سياحية عالمية لما تدخر به من مقاومات الجذب السياحي وكذلك يمكن أن تكون موتنا للتقاعد بعد سنوات طويلة من العمل والاستمتاع بنمط حياة يمزج بين الراحة والأصالة وأيضا أن تكون هذه المقاصد من أفضل الوجهات العالمية للسياحة بوجه عام والعلاجية والاستشفائية بوجه خاص ليس هذا فحسب ولكن أعلننا بالفعل في إطار هذا التوجه في أوائل شهر يناير الماضي عن إطلاق أول منتجع للسياحة العلاجية في جمهورية مصر العربية وهو منتجع بالمنطقة الاستثمارية بمركز الصف بمحافظة الجيزة على مساحة أربعين فدان باستثمارات تجاوزت المليار ونصف مليار جنيه مصري ومن المقرر أن يدمج خدمات الرعاية الصحية والضيافة في مكان واحد السيدات والسادة لقد اتخذت الدولة المصرية خطوات حتيثة لتعزيز المنظومة البيئية للسياحة العلاجية والاستشفائية في ربوعها وندرك يقينا أنه لا يزال هناك جهودا مبتكرة عدة يمكن تبنيها لتحويل مصر إلى وجهة عالمية لهذا النوع من السياحة لتصبح رافضا أصيلا لتعزيز مسارات النمو والتنمية الاقتصادية الشاملة تحقيقا لرؤية مصر 2030 فمن جهة ينطوي النظام البيئي للسياحة الطبية والصحية على شبكة معقدة من الفاعلين المحليين والدوليين الذين يعملون معا في نسق متناغم لضمان تطور هذه الصناعة واستدامتها مما يخلق مجالا رحبا للتطوير والتجديد المستمر لتعزيز العمل المشترك فيما بينهم ويأتي في مقدمة هؤلاء مقدم الرعاية الصحية من مستشفيات وعيادات وأطباء محترفين والوكالات السياحية والهيئات التنظيمية المختصة بشؤون السياحة والصحة ومنح تأشيرات الدخول وشركات التأمين والخدمات الداعمة كما أن هؤلاء يقومون على عدد كبير من الخدمات والأنظمة الداعمة ومن جهة أخرى يمكن الوقوف على تدابير ومبادرات وتجارب ناجحة تم تبنيها دوليا ويمكن الاهتداء بها لتأسيس صناعة تنافسية وجذب مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية إليها وتوفير تجربة صحية سياحية استثنائية فنجد على سبيل المثال تأسيس مناطق اقتصادية متخصصة للسياحة العلاجية وتكوين عناقيد صناعية متكرة لهذه السياحة استحداث تأشير الدخول البلاد لغرض السياحة العلاجية والاستشفائية وتطوير برامج سياحية تدمج بين الخدمات الصحية والأنشطة الثقافية والترفيهية وكذا تطوير منصات افتراضية لتنسيق خدمات رعاية الصحية قبل الحصول عليها وأثنائها وبعدها مما يتيح تجربة كاملة للعميل بما في ذلك الاستفسارات الأولية والتنسيق مع مقدم الخدمة والمتابعة بعد الحصول على الخدمة إضافة إلى إدماج الممارسات المستدامة والصديقة للبيئة ضمن صناعة السياحة العلاجية والاستشفائية لذا فإنني أدعوكم جميعا لإثراء فاعليات المؤتمر على مدار يومي ليكونوا بحق منصة تشاركية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة والدروس المستفادة منها حتى نصنع معا مستقبلا مزدهرا لسياحة علاجية واستشفائية رائدة وفي الختام أتمنى لكم جميعا كل التوفيق وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة